هل هناك دليل على زوال دولة إسرائيل عام 2022؟ وهل صدقت تلك المرأة العجوز التي قالت إن عمر دولة إسرائيل هو 76 سنة؟ وهل تنذر هذه الأحداث التي نراها اليوم في القدس والمسجد الأقصى بزوال هذا الكيان؟ تابعوا معنا حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا في البداية أحبة في الله أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم صيام هذا الشهر الفضيل وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من نار جهنم وأسأله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان أحبة في الله وردتني الكثير من الأسئلة عن موضوع زوال إسرائيل هل ما نراه الآن من أحداث في المسجد الأقصى المبارك يؤذن بزوال إسرائيل عام 2022 وبخاصة أن هناك بعض الباحثين ممن اجتهدوا في هذا المجال ووضعوا أبحاثا تتعلق بزوال دولة إسرائيل واستنبطوا من القرآن الكريم أن هذا لابد أن يحدث عام 2022 هذا البحث أيها الأحبة بحث غير دقيق أنا اطلعت عليه قبل عشرات السنين عدد الكلمات صحيح وعدد الآيات صحيح وعدد الحروف صحيح ليس لدينا مشكلة مع الإحصائيات المتعلقة بالقرآن الكريم ولكن المشكلة مع تحديد عمر دولة إسرائيل أن هذا الباحث استند على كلام امرأة عجوز أو كلام موجود في كتب لم يستند على القرآن الكريم أن يقول أن عمر دولة إسرائيل 76 سنة لم يستند على نص من السنة المطهرة يثبت أن هذا الكيان سيستمر 76 سنة لا استند على أشياء لا أساس لها لا علميا ولا قرآنيا ولا من ناحية السنة المطهرة إذن أيها الأحبة أنا بالنسبة لي أعتقد أن كل ظالم له نهاية محددة عند الله مكتوبة عند الله الله سبحانه وتعالى يقول وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وأنا أحب أن أطمئن نفسي والجميع إن هذه الأرض المباركة الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه الكريم عدة مرات وذكر المسجد الأقصى في آية عظيمة في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أنا بالنسبة لي لا أستبعد أن نرى آيات الله في هذا المكان أن نرى معجزة من معجزات الله وبخاصة أن الكل تخلى عن المسجد الأقصى فلم يبقى أمامنا سوى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء ولكن حقيقة أيها الأحبة الباحث الذي قال إن دولة إسرائيل ستزول عام 2022 هو اعتمد على أن عمر هذا الكيان ستة وسبعين سنة قمرية أي أربعة وسبعين سنة ميلادية واعتبر أن بداية هذا الكيان هو ألف وتسعمية وثمانة وأربعين وهذه نقطة أخرى أيضا هذا الكلام غير موجود لا في القرآن ولا في السنة فألف وتسعمية وثمانة وأربعين زائد أربعة وسبعين سنة شمسية يعطينا ألفين واثنين وعشرين طيب ألفين واثنين وعشرين بقي أشهر عليه إذا لم يزل هذا الكيان ما هو العمل إذن أحبتي في الله هنا خطورة التنبؤ بالأرقام والحقيقة هذا الموضوع لا أحب أن أتحدث به كثيرا ولكن مشكلة بعض أبحاث الإعجاز العددي أن صاحبها يقحم نفسه في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وأنا قلت لكم إن القرآن فيه علوم الأولين والآخرين القرآن أيها الأحبة فيه التبيان لكل شيء وفيه تواريخ حتى زوال إسرائيل وغيرها ولكن البناء الذي يجب أن نعتمد عليه يجب أن يكون بناء علمي لا أن نعتمد على كلام موجود في كتب لا أساس لها أو كلام إمرأة قالت عمر هذه الدولة 76 سنة أو غير ذلك هذا الكلام لا يمكن أن نقحمه وندخله في كتاب الله تبراك وتعالى وبخاصة أن القرآن العظيم كتاب الحقائق لا يقبل أي تأويل غير الذي نجده في القرآن الكريم يعني تأويلات من خارج القرآن أن إمرأة تقول مثلا أو عجوز تنادي عمر هذه الدولة كذا كذا تحدد رقما معين فنأخذ به هذا الكلام لا ينبغي أن نصدقه وزوال أي دولة موجودة عند الله الله سبحانه وتعالى يقول وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا القرآن فيه إشارة الإشارات لزوال هذا الكيان موجودة في القرآن أيها العباء في سورة الإسراء وقلنا من بعده لبني إسرائيل سكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة سيجتمعوا في منطقة واحدة لتكون نهايتهم أو نهايتهم في هذه المنطقة وهذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى ولكن أنا بالنسبة لي لا أستغرب أن اليهود يعملون على إخراج غير اليهود وهم أخرجوا أنفسهم ذات مرة انظروا أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى خاطب اليهود قال لهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان يعني اليهود فيهم صفة سيئة أنهم يخرجون حتى اليهود أنفسهم يعني حسب الطوائف والمعتقدات جماعة تخرج جماعة نظام عنصر قائم على ترتيب البشر إلى طبقات كما تعلمون لذلك الله خاطبهم قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون إذن الله يرى كل شيء أيها الأحبة وبالتالي أنا كمؤمن أنا أتفائل برحمة الله أتفائل برحمة الله لأن الله يرى كل شيء ثم إن هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم ويخرجون ليس فقط في فلسطين ولكن في أماكن كثيرة من العالم من دول العالم الإسلامي الله يقول لهم فاستجاب لهم وهذه رسالة بشرة من الله عز وجل لكل من أخرج من بيتي فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم دقيقوا أيها الأحبة وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب وهنا يبرز السؤال أيها الأحبة قد يسأل كثير من المؤمنين لماذا لا ينصرون الله في هذه اللحظة في كل مكان وليس فقط في فلسطين حفظها الله من كل سوء الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هذه آية يجب أن تكون شعار لك أيها المؤمن يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم طيب هل نحن ننصر الله بالفعل يعني عندما ترى في العالم الإسلامي ينتشر الكذب هل هذا هو نصر لله ينتشر الظلم أحيانا هل هذا نصر لله عدم إتقان العمل يعني نحن في العالم العربي خصوصا نادرا ما نتقن العمل إلا ما رحم ربي طيب هل هذا نصر لله الأب يؤذي ابنه والابن يؤذي أبويه إذن هناك لدينا مشاكل كثيرة ينبغي أن نصلحها نصلح مشاكلنا مع الله سبحانه وتعالى حتى ينصرنا الله إن تنصر الله طيب كيف أنصر الله هل حفظت كلام الله هل تدبرت كلام الله هل طبقت كلام الله عندما قال لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هل أنا صادق طيب هذه الأمة التي تهتم بالمسلسلات والكرة القدم وكذا كذا إلى آخره لا نريد أن نخوض في هذا الموضوع الله تعالى أعطى حرية مطلقة للبشر اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ولكن هل هذا نصر لله إذن هناك شرط أيها الأحبة أن تعود إلى الله أولا أن تكون صادقا أن لا تؤذي الناس إذاء الناس أيها الأحبة هذا ليس نصرا لله أن تحتقر الناس هذا ليس نصرا لله عندما يقول الله لنا وقول للناس حسنا فعندما لا يتحمل أحدنا كلمة من جاره مثلا أو من زميله في العمل أو في الدراسة هذا الأمر أيها الأحبة ينبغي أن نراجع أنفسنا وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل وعد عباده ليمكننهم في الأرض لذلك أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن الأمة وأسأله عز وجل أن يمكن لهذا الدين في الأرض فهو القائل أختم بهذه الآية أيها الأحبة وعد الله الذين آمنوا منكم الشرط الأول الإيمان وعمل الصالحات الشرط الثاني العمل الصالح الصدق مساعدة الفقراء عدم إذاء الناس عدم السخرية من الآخرين ماذا وعدهم؟ قال عز وجل لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن الأمة كاملة إن شاء الله وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق